بجد اتحيلك من جديد كابتن ايمان شاون معيه طبعا الكابتن سامي ومصوى مدارف فريق النادي الاقلي ببروكة كابتن سامي المباراة جيد جدا وتحضرها كان مهم جدا كنت بتكلم مع كابتن سايد وقلت يمكن كيفين جونسون حضر بشكل كبير مع الكابتن سامي الفترة اللي فاتت لكن وجود مسلماني مع الجاز الفني بالكامل لغة الجازة الكلام وحضراته مع اللعيبة الامر ده هيع اللعيبة بشكل كبير النهارده نتيجة كبيرة جدا على الفريق كبير زي اللي اتحدثة كان الحمد لله طبعا برحب طبعا كابتن ايمان وديوفو زي ما انت قلت طبعا الراجل العودوتهم هم جدا من زمننا بيدينا قوة بيدي درق قوة اللعيبة ودفع اللعيبة يمكن هو ما كانش غايب عننا الفترة اللي فاتت سواء بتواصل معنا او مع كيفين او مع اللعيبة برضو لكن اعتقد وجوده في الملعب طبعا بيدينا قوة وبيدي دفع كتير اللعيبة اعتقد النهارده اكبر رد من اللعيبة على بوجوده وترحيب بيهم وترحيب بيه يعني فاعتقد الحمد لله تكون بداية كويسة وان شاء الله مزيد من صلاة الفترة الجاية باذن الله من الاشياء المميزة جدا مفيش فارق بين مسماني كابتن سامي امصان كيفين جوس عندنا ثلاث مدربين او ثلاث مدرين فنين على اعلى مستوى اي حد بيكون متواجد على الخطوط ده بيرايحنا كجو مهور وبيريح الناس برا وبيدي طمأنين للعيبة الفترة اللي فاتكت صعبة لانما كانت موجود كيفين وكابتن سامي امصان ضغط كان كبير القيادة الفنية من خارج الخطوط ده امر مهم جدا لكن ما كانش فيه فرق خلاص كابت سامي ده يحسب ليك ويحسب لكيفين ويحسب للجهاز الفني بالكام وقبل كده طبعا اللعيبة اللعيبة في اللعيبة النادي الاهلي بتنجح اي حد المنظومة نفسها بتنجح اي حد موجود احنا بنقدي دورنا من خلال كل واحد وممكن زي ما قلت لك قبل كده ان احنا بنعمل ادوارنا من خلال المدير فني مستر موسماني بتكلم معنا على طول وعندنا كتماعات على طول كل يوم حتى بعد التمارين بتتناقش فيها شكل اعطارية اللاب واسلوب التدريب وبعد التدريب نتكلم فيها فاعتقد هو مش بعيد عننا لكن في الاول والاخر النادي الاهلي هو اللي بينجح اي حد في المنظومة المكاسب عديدة اكرم باحد الزوالي السلمان بيقدر اداء مميز جدا بدربونه ماشي بمستوى رائع جدا اي حد يكون متواجد ما عندناش اساسي واحتياط عندنا ياسر وعندنا سهد وعندنا ايمن ودي سر نجاح النادي الاهلي ان كل اللعيبة على قلبه رانو راهض هو سر نجاح النادي الاهلي الحمد لله يمكن هي دي النقطة اللي الراجل بيتكلم فيها على طول ان احنا عندنا ابطلاء كتيرة عندنا موشات كتيرة جدا مهم جدا كل اللعيبة تلعب وتشارك وعنده سكة في كل اللعيبة اللي موجودة يمكن النهاردة الحمد لله زي ما انت بتقول برضو سلسلة لعيبة الحمد لله وجودها اكرم النهاردة بأكد النهاردة وليت عودته الحمد لله حسين الحمد لله بعد الاصابة صلاح محسن بنيشاك ماروان الحمد لله بيرجع برضو نفس القصة علي معلول بعد المطش اللي فات بردو بيرجع عندنا واحد وعندنا كهربا فالقزاب انت تقول الحمد لله يمكن عزيزة اللي الوحيد النهاردة انه طهر طبعا يعنينا إن شاء الله تمنى ان شاء الله تكون بسيطة ويرجع إن شاء الله أكوى من الأول بإذن الله الحدير على طول مفيش راحة عندنا مباراة ومواحد وده هو ده بقى قلص قدر للنادي الآلي هتستعده إزاي لمرحلة الجاية وتحديدا للمباراة اللي جاية فنياً هكون أمورة جداً يعني محتاجة تصبيت كبير جداً ومحتاجة قراءة ومحتاجة اللعيبة كلها تكون كالعادة مركزة بشكل كبير جداً كبت السامة هتحضره إزاي المباراة نتفق طبعاً إن كل مباراة صعبة جداً يعني يمكن نهارده أنت بتلعب خصم يعنيك جداً يعني خصوصاً بعد المباراة اللي عملوها معنا وعملوا المباراة مميزة جداً في الكاس يعني لكن الحمد لله استعدينها كويس والرجل تكلم على أهمية المباراة ديات وإننا إحنا لازم نأكد إننا إن شاء الله نكون أول الدوري وده اللي حصل الحمد لله النهارده عند المباراة جاي بقى تأكيد برضو زي من قلت كل خطوة بتقربك لحن واللقب وممكن إحنا بنفكر كل خطوة بخطوة يعني الحمد لله النهارده الحمد لله خلاص خلصت بكرة عندنا تبنين إن شاء الله نستعدنا وبعد بكرة وبعد بكرة إن شاء الله إن شاء الله يمجمع إن شاء الله يكون مبردجلة نستعدنا بشكل كويس فرقة مميزة لها أسلوب ولها طريقة لعب يعني إن شاء الله نتفرج عليها ونأكد لطريقة اللي قدر نلعب بها كويس يعني وراجل قرارها يعني وإن شاء الله يكون لنا الحظ إن شاء الله في اليوم ده شكرا 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 بنشكر أكيد كابتن سامي وصول مداري فريق النادي الآلي أداء مميز جدا يا رب إن شاء الله كابتن أيمن كلها يكون انتصارات وكلها يكون أداء مميز جدا زي ما بنشوف لعبة النادي الآلي إصرارنا وعزمتنا وجديتنا وشخصية النادي الآلي تحسم أي مباراة النادي الآلي إن شاء الله بإذن الله يستطيع أن يحافظ على لقب بطولة الدور العام رقم 43 أعود للسؤول التحليلي والكابتن أيمن شوي